يمثل رواد الأعمال أدواراً ذات أهمية لدعم مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة متطلعين إلى المزيد من التسهيلات والفرص الاستثمارية لتكون رافداً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وهنا تقترب وجهات النظر بين رائد العمل والصانعي القرار في لقاء رواد الأعمال بالجنوب الشرقية لتحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتمنى نفس هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات على أساس أن نعزز من عزيمتنا ونعزز من أفكارنا ونعزز من الأشياء التي تقع للحرفية أو رائد العمل لأن دائماً تكون من أكسلنا شيء عمل في غطاء أعمال كهربائي باولات الأعمال الكهربائي أحد الرواد أعمال من فترة من 2016 وشغارين الحمد لله وواقعنا بعض الصعوبات اليوم محاضرين مع المؤسسات اللي بين الصعوبات والحاجات تساعدنا يعني وتوزعت فرق العمل من رواد ورائدات الأعمال بجنوب الشرقية في نقاشات مستفيضة مع المختصين بخمسة محاور تمثلت في التشريعات والقوانين وقانون أراضي حق الانتفاع وفرص الأعمال والتمويل والتي أوجدت تفاعلاً بينهم لتحقيق نتائج شعارها التميز والتقدم والنجاح اللقاء هذه اللي سأل مكحن أهم عنصر معنا أن نكون في لقاء مباشر مع أصحاب القرار نقدر نوصلهم همومنا وتحديات القطاع معنا بشكل عام ونقدر نطلع منهم بحلول اليوم الأصحاب القرار لو اجتمعوا بلقاء مباشر بدون أي حاجز بينه وبين رواد الأعمال بنوصل الحلول واليوم مستقبل ريادة الأعمال ومستقبل القطاع السفر والسياحة فالسلطنة في نموه متصاعد استعراض المقترحات والتوصيات كانت محطة اهتمام هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ودعم وتدريب رائد العمل في تعزيز التنمية المستدامة وتعمل لقاءات رواد الأعمال في كافة المحافظات على إيجاد الحلول المناسبة وتقريب وجهات النظر لوضع الخطط والبرامج الممكنة إضافة إلى إشراكهم للوصول إلى حلول ومبادرات مبتكرة صالح بن حمد الحبسي ولاية صور محافظة جنوب شرقية